السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة تانية ان شاء الله ناخد المراجعة النهائية في كتاب قطر النادى ويبقى كده خلصنا المنهج كامل تعالوا نشوف هنا التقييم الاول اكمل العد 6 8 بيكملوا الطفل العد 6 8 بيعد زوجي يعني 6 18 12 14 16 18 20 وهنا بيعد زوجي هو تعلم طبعا العد الزوجي طيب هنا 12 22 32 32 42 52 انا بيعد بالعشرات بنقوله الاحد بيفضل زي ما هو والعشرات بنزود واحد يبقى 12 22 32 42 52 62 72 82 اكمل عمليات الجامعة وطرح القاتية ثم ضاع الرمز المناسب اكبر او ازهر او يساوي بنجمع الاول نقول 8 في مخي و4 على ايدي بعد 8 9 10 11 12 12 في مخي و3 على ايدي بعد ال 12 13 14 15 او يجمع 2 زي 3 5 والواحد بنزل فبيقول 12 اقل من 15 9 زي 9 9 في مخي و9 على ايدي وبيبدأ يعيد من بعد ال 9 يقول 10 لحد ما يوصل لل 12 لل 18 30 نقص 20 ممكن نقوله اكنهم 3 نقص 2 اتبقى واحد حطوله صفر ايه يبقى 10 يبقى 18 اكبر من 10 طيب هنا عندي 436 وهنا الرقم متلغبط فانا طبعا هما خلص عارفوا يقروا الارقام بنقوله بنقرأ المئات الاول بعد كده الاحد بعد كده العشرات يعني 576 هنا 400 بنقوله بص بس للمئات هنا اربعة وهنا خمسة يبقى الاربعة اصغر من الخمسة طيب هنا عندي الرقم حطيت عليه 9 975 وهنا عندي واحد في الاحد اتنين عشرات تلاتة مئات يعني 321 الاتسعة طبعا اكبر يبقى قول الاتسعمية خمسة سبعين اكبر من 321 طيب هنا عندي 321 هنا بصوير ربعمية ستة وتلاتين راكدة مئات حاد عشرات طيب هنا تلاتة هنا اربعا والتلاتة اصغر من الاربعة طيب هنا 807 هنا 807 برضو يبقى يساوي الرقمين زي بعد طيب لدى فاطمة دراجة لدى فاطمة دراجة عادية كتلتها 11 كيلو جرام ومع اختها دراجة ثلاثية العجلات كتلتها 8 كيلو جرامات يريد والدهما حملهما معا فما اجمالي كتلة الدراجتين هنجمعهم نقول 11 زائد 8 ياما اقول 1 زائد 8 9 والواحد ينزل ياما اقول 11 فموخي 8 على ايدي وابدأ اعد من بعد 11 ونكتب الرقم هنا عندي احسب الوقت ساعة 12 ساعة 8 وربع الساعة 9 ونص طيب هنا اكمل ما يأتي عدد الاضلاع هنا عنده 4 اضلاع عدد الرؤوس 1 2 3 4 برضو الدايرة ولا لها اضلاع ولا رؤوس اصفار عدد الاضلاع 1 2 3 4 5 6 ده السوداسي ده السوداسي مش خماسي طيب هنا عدد الاضلاع هو 1 2 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 وعدد الرؤوس 1 2 3 4 5 6 ده سوداسي يبقى تزير عن الغلطة طيب هنا حوط حول الكتلة المناسبة البطيخة طبعا 2 كيلو جرام مش هتبقى بالجرام بنوزنها بالكيلو جرام المج 30 جرام بنوزنه بالجرام طيب ها التقييم الثاني عندي هنا كرة القدم بيقولي انظر الى تمثيل البياني المصور لرياضة المفضلة لمجموعة من التلاميذ ثم اجب عن الاسئلة المفتاح بتاع عندي ان الشخص الواحد بتلميزين والنص شخص بتلميز واحد يعني انا هنا هقول كرة القدم 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 1 9 2 4 6 2 4 6 8 1 9 تمام كتبنا الارقام بتاعتنا هنا هو سايب لي مكان كتبناها ما اجمالي عدد من يفضلون كرة القدم والسباحة مع بعض نقول كرة القدم 18 والسباحة 6 وابدأ اجمع ال 18 في مخي وال6 على ايدي بعد ال 18 وعد 6 هايدين 24 ما اجمالي عدد من يفضلون كرة السلة والتنس مع بعض كرة السلة والتنس مع بعض 9 زائد 9 بيساوي 18 كم يزيد كم يزيد هنا بقى عايز الفرق عدد من يفضلون تنس عن السباحة بقى 9 ناقل 6 بتساوي 3 ما اجمالي عدد من يفضلون كل من السباحة والتنس وكرة السلة اه ده عايز 3 بقى يبقى اقول 6 زائد 9 زائد 9 يطلع لي 24 تلميذ اكمل ما يأتي طيب هنا تسعمية خمسة وستين عايزين نفكان اقول خمسة احات ستة عشرات تسعة مئات ربعمية سبعة وتلاتين يعني سبعة في الاحات تلاتين في العشرات ربعمية في المئات طيب هنا الرقم ده يطلع كم اقول خمسمية تمانية وتسعين او خمسمية تمانية وتسعين طيب هنا عندي فاضي في الاول الفاضي لو في الاول اعكس على طول واحول اعكس ايه اعكس الاشارة هي ناقص انا اخليها زائدي بقوله 12 زائد سبعة 12 زائد سبعة 12 زائد سبعة 12 في مخي وسبعة على ايدي ويبدأ اعدي من بعد الاثناشر هديني 19 يبقى 19 ناقص سبعة بتساوي 12 لدى مختار دلو في تسعين جرام من الرمال اخذ منه صديقه عشرين جرام ووضعهم في دلو اخر كم جراما من الرمال تبقت لدى مختار هقول الباقي لدى مختار بتساوي عندي تسعين ناقص عشرين بتساوي سبعين جرام طيب رتب الاعداد الاتية ترتيب تصعدي هنا عندي تلتمية اربعة وسبعين وما كلهم تلات ارقام فبنبدأ نعمل دايرة على المئات تمام كده وهو عايز ترتيب تصعدي وتصعدي يعني من الصغير للكبير يبقى اصغر رقم ميتين اتنين وعشرين بعدها تلتمية اربعة وسبعين بعدها ربعمية خمسة وستين بعدها خمسمية ستة اربين بعدها سبعمية وحد وثلاثين اكمل ما يأتي هنا الساعة عندي ربعة ونص الخط ده اسنابل مصطرة طلع اربعة سنتي هنا عندي اه خماسي الاضلاق اه واح اتنين تلاتة اربعة خمسة وعدد الرؤوس برضو خمسة طيب قيم طفلك تلاتة هنا اكمل عمليات الجامعة والطرح الاتية ثم اضع الرمز المناسب اكبر او ازهر او يساوي ستاشر زائد تلاتة ستاشر فمخي وتلاتة على ايدي بعد ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر خمسة تشر زائد اربعة برضو تسعتاشر بقى هنقول هنا يساوي تسعتاشر ناقص عشرة يعني بتساوي تسعة بنقول بقى تسعتاشر تسعة ناقص صفر تسعة وواحد ناقص واحد راحوا مع بعض اربعين ناقص تلاتين بتساوي عشرة يبقى هنا تسعة اقل من عشرة طيب هنا عايز ارسم الاسهم التي تشير الى ترتيب تسعود تسعود يعني من الصغر الكبير عشرين اين وعشرين اربعة وعشرين ستة وعشرين تمانية وعشرين تلاتين مع اماني تمن جنيهات كم جنيه تحتاجوا اماني لشراء ختم تمن وخمسة وشر جنيه هنقول هنا هو تمن الختم خمسة وشر جنيه اللي محتاجه اماني تاني هنقول مع اماني تمن جنيهات هي معها تمانية تمام عايزة تشتري كم جنيه انتحتاجوا اماني لشراء خاتم تمن وخمسة وشر جنيه ادي هنا الخمسة وشر يبقى اللي ناقص عندي الرقم اللي في النص الفاضي لو في النص اطرح من غير ما ابوس الفاضي لو في النص اطرح من غير ما ابوس هنطرح خمسة وشر من تمانية هنعد من بعد التمانية لحد ما نوصل للخمسة وشر هيدينا سبعة اهو كاتب لي هو هنا المسألة كنا بنعد ايه من بعد التمانية لحد ما نوصل للخمستاشر وبيديني الرقم بتاعي اللي هو هيطلع سبعة طيب هنا عندي الساعة واحدة ونص الساعة اربعة الساعة اربعة ونص طيب هنا عندي رقم اربعة زائد سبعمية واربعة سبعمية واربعة هي هنا تمنمية خمسة وعشرين تمنمية خمسة وعشرين دي عندي خمسمية واربعين خمسمية واربعين هنا عندي تلتمية تمانية وسبعين تلتمية تمانية وسبعين طيب اسنا الخط ده طلع تلاتة سانتي واسنا بالمستر الخط ده طلع اربعة سنتي. سل كل اضلع باسمه. مسلس. مربع. خماسي. سداسي. تمام? طيب اوجد كتلة الاشياء التالية. هنا عندي اتنين كيلو. هو الواحد زايد واحد بساوي اتنين كيلو. هنا عندي اتنين زايد اتنين بتساوي اربعة كيلو. الكيلوات موجودة هي فوق. طيب عندي تقييم اربعة. الفاضي لو في الاول اعكس على طلوة احول. هنا الاشيارة نقصة خليها زايد. يبقى عشرة زايد ستة 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 بقى ستة نقص ستة بتساوي. عشرة او هو بقى بالطريقة بتاعته. عايزني اعد من بعد العشرة. قول من بعد العشرة. حداشر اتناشر تلاتاشر بقتاشر خمستاشر ستاشر. يبقى انا عدت ستة دواري بقى انا ستة. طب ستة زايد ستة برضى عايزول ستة مخي. وستة على ايه دي بعد الستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر. هنا عندي الساعة تنين ونص. هنا عندي الساعة تسعة. هنا عندي الساعة سبعة وربع. طيب العملية بتاعتي هنا ايه? اه. اعايز اقدر ناتج عمليات الجامعة والطرحة باستخدام مخطط المية وعشرين. مخطط المية وعشرين. اقدر ناتج التقدير. يعني هنا هنقول هناخد بقى الخانة بتاعة العشرات. خانة العشرات نقول هنا عشرين زائد اربعين بتساوي ستين. خمسين زائد عشرين بتساوي سبعين. ستين ناقص اربعين بتساوي عشرين. خمسين ناقص عشرين بتساوي تلاتين. طيب لو هو عايزة بقى هو كاتب لي قدر فهو لو عايزة بمخطط المية وعشرين ممكن نجيبها بقى اللي هي الارقام الكريمة والبخيلة وهنشوفها اعتقد يعني نشوفها دلوقتي. مع نوها تلات دجاجات ومع محمد اربع دجاجات كتلت كل دجاجة واحد كيلو جرام فما عدد الكيلو جرامات من الدجاج معهما معا. هاولتني معهم دي معها تلاتة وزائد اربعة بتساوي سبعة. طيب هنا اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس. كلمة الرقم تسعة في العدد ربعمية خمسة وتسعين كمتة وتسعين. طيب هنا عندي الفاضي لو في الاول اعكس على طوله احول يبقى عشرة زائد تسعة تسعتاشر بقى الرقم المفقود هنا تسعتاشر. كلمة المكانية لرقم اربعة في وقفة في العشرات. ستة امطار بتساوي ستميت سنتيمتر. ستة امطار بتساوي ستميت سنتيمتر. طيب هنا لون الطول التقديري يعني ده طوله وتقريبا واحد متر دي طولها واحد سنتيمتر دي طولها خمسين متر. خمن الشكل نقول هنا لو اتنشر حرف لو ستة اوجه على شكل مربع الشكل هو عندي المكعب. لو راس واحدة ولو قعدة على شكل دائرة ده المخروض. طيب تقييم رقم خمسة بنقول عايز الرقم دي رتبة تصعودي كلهم تلات ارقام يبقى عامل دائرة على المئات. وابدى اخد من الصغار للكبير. عند هنا اول حاجة الادنين مئتين سبعة واربعين. بعد كده الثلاثة تلتومين ستة وعشرين. بعد كده الاربعة ربعمية ثلاثة وستين. بعد كده الخمسة خمسمين سبعة واربعين. بعد كده الستة مش موجودة سبعة مش موجودة تسمانية مش موجودة تسعة عندي هي hái تسعمية تمانية وعشرين وعشان ارتبهم تنازلي ببدأ اخد من الاخر للاول وارسهم. طب تب policeman تسعمية او مئة 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 او مئ بمبلغ 11 جنيه يقدر عدد الجنيهات المتبقية مع نادر باستخدام مخطط المية وعشرين. طيب هنقول هنا 19 ناقص 11 يعني مخطط المية وعشرين يبقى التقريب هنا عندي التسعة من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وتدي الواحد واحد تبقى اثنين. هنا الواحد من الارقام البخيلة هتنزل بصفر وتدي الواحد واحد تبقى عشرة يبقى عشرين ناقص عشرة بتسوي عشر جنيهات. طيب هنا عدد الاضلاع اربعة. هنا عدد الاضلاع سفر يبقى اربعة اكبر من السفر. هنا عدد الرؤوس تلاتة. عدد الاضلاع ستة يبقى تلاتة اصغر من ستة. طيب هنا هنوصل الساعة الرابعة والربعة اربعة وربعها. أهي! الساعة ربعة خمسة واربعين دعم خمسة لربعها. ا هي الساعة 7.30 ساعة ونس ايه والساعة 2 طيب استخدم التحليل لايجاد ناتج عملية الجمع تلاتة وتلاتين يعني هنا تلاتة وهنا تلاتين خمسة واربعين هنا خمسة وهنا اربعين يا بقى تلاتة وخمسة differentiate and thirty where youём three and forty and seventy Porque you look at seven وشيبقى تمانية وسبعين مع ساي اللي كتة كتلاتها تلاتة كيلو tama 3 كيلو جرام وكلب كتلت وختم أское 35 جران وكلب كتلة كل من الكطة والكلب معنا. اجمال الكتلة بتساوي تلاتة زائد خمسة بتساوي تمانية كيلو جرام. طيب في حاجة هنا دي ممكن نعملها بطريقة هي التقريب. يعني هنقول مسلا التسعة من الارقام يعني مسلا ممكن اعملها بالقلم التين عشان هو الجدول مية وعشرين. هنقول هنا التسعة من الارقام الكريمة هتنزل بسفر وهتدي الاتنين واحد تبقى تلاتة زائد الواحد من الارقام البخيلة هينزل بسفر ومش هيدي الاربعة حاجة يبقى هنا تلاتين زائد اربعين بتساوي سبعين. هنا عندي التمانية من الارقام الكريمة هتنزل بسفر وتدي الخمسة واحد تبقى ستين زائد الاتنين من الارقام البخيلة تنزل بسفر ومش هتدي الاتنين حاجة يبقى هنا ستين زائد عشرين تمانين. طيب التمانية من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وتدي الستة واحد تبقى سبعة. ناقص السبعة من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وهتدي الاربعة واحد تبقى خمسة. يبقى سبعين ناقص خمسين بتساوي عشرين. تسعة من الارقام الكريمة تنزل بصفر وهتدي الخمسة واحد تبقى ستين. ناقص التلاتة من الارقام البخيلة هتنزل بصفر ومش هتدي الاتنين حاجة يبقى ستين ناقص عشرين بتساوي اربعين تمام دي كده بطريقة التقريب لان هو ذكر عيز مخاططة المية وعشرين والتقدير هيبقى الناتج ده وكده خلصنا منهج آآ سنة تانية من كتاب قطر النادى وشوفكم ان شاء الله مع المنهج الترمي التاني بازن الله واشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته